ونحن هون فريق بمنظمة الحب مرحبا واضح أنا رانيا شامية مهندسة زراعية ماجستير بتربية النحل ومربية نحل هلأ أنا شغلي هو عبارة عن تربية نحل إنتاج منتجات النحل بدرب من قبل ما أنا أتخرج حتى وصير مربية نحل بدرب متلازمة داون على عمل إنساني بعمل إنه يقدروا يشتغلوا مع الناس أكتر يتفاعلوا مع الناس أكتر بدربوا يطلعوا على المسارح يعملوا عروض رياضية بعد ما أنا أتخرجت بلجت أني أنا ضمن مجال عملي أني أنا أدربهم وعلمهم كيف أنا متعلمة مجال تربية النحل ومشاركة بالمعارض دخلتهم بمجال عملي أوي بدعة جزمنا شو كمان نحرشوا نحر ملسى علموا والصدر جزء منهم بطلع معي على المنحل يعني علمتهم مثلهم مثل أي شخص كيف بيمسكوا برواز النحل كيف يتعاملوا مع المنحل بطريقة هادية كيف يتم إنتاج العسل بداخل المنحلة كيف يتعاملوا مع الزباين يعني هنن مثلهم مثل أي حدا يعني وهنن صاروا موظفين أساسيين بالشركة يعني أنا ما فيه نيس تغني عنهم فأكيد أنا باعتمد عليهم مروى شدة أي شو بتشتغني هون؟ بالشكل عسل شاني أنا دائما مصرة على فكرة الاستمرار بالتدريب هو ردة فعلهم الإيجابية وردة فعلهم إنه هنم كثير سعيدين كثير فخورين بحالهم هنن عم حاسين إنهم عم يعملوا شي يعني كل واحد فيهم عم يجي كل يوم على الشغل مبسوط بده يشتغل وما عم يتأخر حتى عن شغله أنا اسمي روان أنا بشتغل بالعسل الشامير حمضيات جبري مكسرات شوقيات شاهدة وإنه بدائما بقولي إن إحنا فخورين بحالنا وولاة التركينا وبدون يضلوا يشتغلوا وهلا عم يحققوا عائد مادي فخلص يعني عم يشتغلوا مثلهم مثل أي حدا كثير مبسوطة أنا كثير مبسوطة كثير وحبك كثير الأنصة الشامية وحبك كما رفقاتي كثير بحبك كثير 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 أنا فخورة كثير بالنتيجة اللي أنا وصلت له وسعيدة كثير باللي أنا وصلت له وأنا راح ضيف لسه أشخاص دربهم من متلازمة الداون حاب إنه المشروع يكون أكبر من هيك لأقدر إني أنا خلي متلازمة الداون فئة منتجة وليست فئة مهمشة فئة أدرانة تشتغل فئة أدرانة التعلم أدرانة تطور أنا بحب أشتغل هون بالمعلاد وكل شيء أنا الزمان أنا بشارك بالمعلاد والنماء العصر ونحن هون فريق من ملازمة الحب أنا عم بسعى يكون فيه دعم أنه يكون فيه عندنا محل إذا ما يكون فيه عندنا محل أنا راح إسعى قد ما بقدر أنه يكون أنا عندي محل وأنه هنا يكونوا موظفين ساتين ويكونوا عندهم عائد ثابت عائد مادي لألهم يقدروا يعيلوا حالهم يعيلوا أهلهم أنا هاد الشي اللي عم بشتغلي عليه ويسعى له ودربهم أكثر بمجال تربية النحل يعني في قسم السمارة أحمي على المنحلة حاب يطورهم أكثر بهذا المجال يكونوا مثل مثلهم مربّين نحل ستعطين هات الشعر تنب الشعر تغذي الشعر ما يبافل اشتركوا في القناة